كامل محضراتكم نروح بقى لمقر جريدة اليوم السابع ومرسلتنا العزيزة مريم الساميح عشان نعرف منها يعني اهم المنشتات الخاصة برياضة في الصحف والمواقع مريم طبعا صباح الخير عليك مصبح عليك وخلينا اروح كده سريعا معاك يا انا وكريم لان انت معاك منشتات اعتقد مهمة جدا حول كأس الامم الافريقية ويمكن كمان البطل بتاعنا محمد ياسين وتدسويجه بذهبية العالم في البحرين برضو منشتات اعتقد محتاجين تفاصيل فيه بصبح عليك يا نهواند بصبح عليك يا كريم وبصبح على كل مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان يوم جديد جولة صحفية جديدة من داخل صالة تحرير جريد اليوم السابع بالضبط يا نهواند هنبدأ بخبر طبعا بطل نبط العالم محمد ياسين من البوابة سبورت محمد ياسين دعم اتحاد السلاح وراء التتويج بذهبية العالم في البحرين أعرب محمد ياسين لاعب منتخب مصر السلاح عن سعادته البلغة عقب التتويج والفوز بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبرزة للشباب والمقامة في البحرين وقال كمان ياسين خلال تصريحاته المختلفة في الإعلام أن كل ما وصل لي من نتائج وكمان يعني الميدالية الذهبية ده بسبب ما بيحظى به من بدعم كبير جدا من قبل الاتحاد ورئيس مجلس إدارة اتحاد السلاح عبد المنعم الحسيني وجميع أفراد مجلس الإدارة وأيضا بعثة المنتخب أو الجهاز الفني المنتخب وأيضا زملائه والحقيقة أنه هو أرجع الفضل ليهم طبعا بعد ربنا في الفوز بالذهبية كمان أضاف بطل عالم أنهم بخطته من الآن للتتويج بأكتر من ميدالية أولمبية خلال منافسات دورة الألعاب المقبلة بباريس وتفوق محمد يسين طبعا في المباراة النهائية أمام بطل فرنسا بنتيجة 13-12 مما أهله طبعا لإلفوز بذهبية كأس العالم ونجح في تحقيق نتائج مشرفة الحقيقة خلال البطولة وده على الرغم من صعوبة المنافسات إلا أنه قدر أنه يعدي كل ده ويفوز بذهبية كأس العالم وغادرت طبعا أنه بعثت منتخب الوطني لسلاح الشيش ناشئين إلى فرنسا من أجل اللي مشاركة فيه بطولة كأس العالم واللي بتقام في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من 20 إلى 24 من يناير الجاري ومن بوابة أخبار اليوم طاقم تحكيم مصري لمباراة غينيا وجامبيا في ثمن نهائي أمم إفريقيا 2021 أسند التحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مهمة تحكيم مباراة غينيا وجامبيا واللي بتقام في منافسات ثمن نهائي بطولة كأس العالم الإفريقي 2021 لطاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر وسيتواجد الثنائي أيضا محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه كحكمين مساعدين ومحمد معروف حكم رابع ومحمود عشور حكم الفيديو وبيعونه أحمد الغندور ومن المقرر أن يقام لقاء غينيا وجامبيا غدا الاثنين 24 يناير الجاري في تمام الساعة السادسة مساء وطبعا غينيا قد تأهل لدور الستاشر بعد احتلال وصافة المجموعة الثانية وجامبيا تأهلت طبعا لدور الستاشر بعد احتلال وصافة المجموعة السادسة وتأهل ستاشر منتخب لدور الستاشر من منافسات كأس الأم الأفريقية 2021 واللي بتقاوم طبعا في الكاميرون وهم الكاميرون وبوركينا فاسو والرأس الأخضر مصر وتونس والمغرب جزر القمر الجابون نيجيريا والسنغال مالي وغينيا وكوتفور وملاوي وغينيا الاستوائية ومن اليوم السابع تونس تصطدم بنيجيريا في معركة نارية بثمن نهائي كأس أمم أفريقيا تنطلق اليوم الأحد مواجهات دور ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون واللي بتستمر طبعا حتى يوم 6 فبراير المقبل طبعا مواجهتين من العيار الثقيل كما وصفتهم تقرير اليوم السابع لأنه بيلتقي منتخب تونس مع نيجيريا في مواجهة نارية مثيرة بينما تبدأ خيول بوركينا فاسو في معركة قوية مع الجابون وضمن منتخب تونس التأهل في المركز الثالث للمجموعة السادسة برصيد أربع نقاط بينما نجح منتخب نيجيريا في تحقيق العلامة الكاملة في المجموعة الرابعة برصيد تسع نقاط وفيما يخص طبعا موعد مباريات أمم أفريقيا اليوم الأحد بوركينا فاسو ضد الجابون ستقوم في تمام الساعة السادسة مساء على ستاد لينبي ونيجيريا ضد تونس في تمام الساعة التساعة مساء على ملعب رومدي أجيا حقيقة أن العنوان يعني الأخير اللي هيكون معانا النهاردة هو عنوان مثير بعض الشيء من موقع يلا كورا طبعا بخصوص مواجهة جزر القمر واللي هتدخل يعني المواجهة بدون حارس مرمى أساسي في المباراة وقاعة تحدث لأول مرة كيف تلعب جزر القمر أمام الكاميرون بدون حارس أعلن منتخب جزر القمر عن تعرض 12 عنصر من المنتخب للإصابة بفيروس كورونا قبل طبعا مواجهة ألا كاميرون في دور 16 من منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية والمقامة في الكاميرون وأوضح الحداد حمايدي مدير المنتخب جزر القمر بأن ثنائي حراسة المرمى معاذ حسيني وعلي علي ضمن الحالات المصابة بفيروس كورونا واللي كمان بيزيد من تعقيد الأمر في هذه المباراة أن حارس المرمى الأساسي سليم بن بوينا يعاني من إصابة تمنعه من المشاركة في المباراة هو الآخر والأسف أنه لا يحق للمنتخب أن هو يستعين بأي حارس مرمى آخر خلال البطولة وده طرح سؤال إزاي ممكن منتخب جزر الأمر أن هو يخود هذه المباراة بدون حارس مرمى طبعا ده بتنص عليه تحديثات لقاحة كأس الوام الأفريقية بخصوص الحد الأدنى لعدد اللاعبين في حالة اختبارات كوفيد-19 الإيجابية هيعايزين نفهم مشاهدينا إيه بالضبط الممكن يحصل في هذه المباراة لأن إذا كانت نتيجة اختبار PCR لكوفيد-19 لأي لعب إيجابية لن يسمح لهذا اللاعب بالذهاب أو المشاركة في المباراة المحددة وسيطلب من الفريق أن يلعب مباراة إذا كان لديه ما لا يقل عن 11 لاعب في القائمة الأساسية للمباراة كمان نتيجة اختبارهم لازم تكون سلبية من كوفيد-19 وفي حالة عدم وجود حارس مرمى يجب على لاعب آخر من القائمة الأساسية للفريق أنه يحل محل محل حارس المرمى وهو ده اللي هيكون أو هيحصل فيه مباراة جزر القمر بس لازم يكون فيه شرط أن يكون إجمالي عدد اللي مشاركين في المباراة أو اللاعبين هم 11 لاعب على الأقل دي كانت كل عناولنا الصادرة أو أهم عناولنا الصادرة صباح اليوم الأحد في جولتنا الصحفية من داخل صالة تحرير اليوم السابع بشكرك جدا نهوان بشكرك جدا يا كريم العودة لكم مرة أخرى احنا بنشكرك على التغطية الرائعة ومنضم صوتنا لصوتك يمكن لقابل الأخير ده فعلا مطير للجدل جدا وشفناه وش قبل كده يمكن على حد معلوماتي يعني كريم يمكن شفنا مطشاط بيحصل إصابة أو طرد لليه اللعب وبيضطر أن هم يكملوا ممكن من غير حارس المرمى لكن فكرة أنه أبدأ بهذا الشكل طبعا ربنا يكون فعون اللعب اللي حيحل محله الموضوع بشعب جدا يعني شيلة أكيد تقيلة شكرا لك يا ماري مع لكل حال